هل ستكون نتائج الانتخابات هي المدخل للرد الشاب للسيد مقتدر صدر لا هو ما ينتظر يعني بالنهاية قضية انه هو ما مشترك في نتائج الانتخاب يعني في الانتخابات ولذلك لا يعول على قضية انه ما بعد اعلان النتائج يمكن ان يتحرك التيار الصدري التيار الصدري مقاطع لكن بالنهاية الصدر هو من يحدد لحظة لا اقول العودة هو موجود يعني في النهاية فعل المقاطعة ما قبل ذلك عاد بشكل رسمي لكن متى يعود الى لحظة اتخاذ القرار انا اتصور حال توفر المساحة الصدر خذها من عندي استاذ نجيم سيتحرك ليس على اساس التيار الصدري وانما على اساس الموج الوطني الرافض لهذه المعادلة السياسية معادلة الفشل يعني ما انتجوا شيء وبالتالي الان يريدون يتقاسمون المحافظات وموزعيها من الان يا معادلة ديمقراطية حتى هزوا الثقة بالديمقراطية تخيل الصندوق اللي احنا كنا نعول عليه في لحظة من اللحظات ان يكون هو الحال مساحة التنافس شريفة وانا حولوا الى لحظة صدام لحظة حرق حولوا الى لحظة تشويه للديمقراطية في العراق فانا اتصور التيار الصدري حالما تتوفر له الموج الوطنية سيعود وانا اتصور قريب جدا يعني هذه اللحظة قريبة جدا يعني لحظة الارتداد على هذه المعادلة السياسية قريبة وانا يعني امضي من ان الاطار خسر كثيرا لعدم ذهابه للانتخابات المبكرة نعم هسا بدوافع بعض الاطراف سيطرت على الحكومة تمشي القرار سحوذت على مؤسسات الدولة لكن خسارتهم على المدى المتوسط ستكون كبيرة جدا من وجهة نظري ولذلك في الانتخابات المبكرة القادمة نعم لا اتصور انه سيكون للاطار مساحة كبيرة يعني هسا هما يرجعون ويقولون والله انتخابات مزورة والله الريسيفرات مدروين واحد بجنوب افريقيا يعني تلاحظوا شنو المستوى اللي يدفعون به في النهاية انا اتصور الصدر لن يشاركهم في اي مفاوضات ولن يتعامل معهم كل المؤشرات تدلل الصدر ينتظر لحظة وطنية هذه اللحظة الوطنية انا اعتقد انها ستقلب المعادلة السياسية برمتها وستكون بوابة ليس للانتخابات المبكرة وانما الذهاب الى تصحيح الانحراف الذي رافق العملية السياسية وايضا شوها النظام السياسي يعني لحظة موج وطني تدفع باتجاه تعديل الدستور اصلاح النظام السياسي انها بداية حقيقية لمحاربة الفساد هذه جميعها اذا ما توفرت انا اعتقد انه ستكون ردة فعل التيار الصدري بس اما ينزل التيار الصدري لوحده ما اتصور طبعا البيئة فيما يبدو الآن تتوفر لان حتى الاطار ما جاي يقبل بالمعارضة ما جاي يحاول المعارضة شوف لي وان وصلوا بالنرجسية السياسية ما جاي يقبل يحاول المعارضة ما يعترف يقول هاي متآمرين يقولون ذو لعدهم اجندات يا ابا قعدوا اياهم هاي معارضة هم في الداخل يقولون لك انتم خطأ انتم جاي تمشون بالدولة الى مسار خطأ احجوا اياهم فهذه النرجسية هذا الغرور السياسي انا اعتقد طيب يا دكتور بالنهاية سيكون ذات اثمان باهضة على الاطار التنسيقي وبقية القوى السياسية التي تلتحق بمسار الغرور السياسي ترجمة نانسي قنقر